في اليوم التالي خرج شيخ محمد الطاهر بن عشور ليقول رأيه في المسألة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأيها المسلمون اعلموا أن الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي أمر محرم شرعا وأن إنكار فريضة الصيام هو بمثابة إنكار معلوم من الدين بالضرورة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة